النهوض بالقطاع السمعي البصري والاتصال عموماني يتمثل في رفع إشعاع النموذج المغربي وتعزيز خيارات الانفتاح استنادا إلى المرجعية الدستورية حسب وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي نهوض بالقطاع السمعي البصري العمومي والقطاع الاتصال عمومان هو تثمين الهوية المغربية رفع إشعاع النموذج المغربي وفي نفس الوقت تعزيز خيارات الانفتاح وذلك بالاستناد على المرجعية الدستورية التي حددت بدقة مكونة الهوية المغربية وروافدها حددت العناصر التي نبغي أن نشتغل عليها من أجل تثمين الهوية المغربية وتعزيزها في هذا الصدد تم اعتماد سلسل من الإجراءات أولا اعتماد ضفاتر تحملات جديدة ثانيا الشغال على عقد برنامج يمكن من توفير وتعبئة الموارد اللازمة من أجل تجسيد مقتضاية ضفاتر تحملات والتي نصت على التزامات محددة على مستوى النهوض بالهوية المغربية